السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه نشرة جوية الخاصة بتوقعات حالة طقس بيئة المغرفة إن شاء الله سوف نقدم لكم المدن من يبقى مطار الخير وبالنسبة ليوم بفترة المسائية وكذلك فيتوقع بحول الله أن تكون أجواء غير مستقرة على الواجهة المتوسطية على النادور بإذن الله والحسين مدري وشوئي ساقن وشفشاون وطيطون وعصيل العرائش للامي ونسدي علال التازي قرية بمحمد سدي سليمان والرباط الخميسات مكناس وبن سليمان والدربيضة برشيد القارة الجديدة بإذن الله ستكون بعض تساقطات المطارية بالنسبة ليوم الجمعة فيتوقع السمراء بعد تساقطات المطارية محتمال تساقطات تلجية المرتفعات الأطلس الكبير كذلك على سكون المداز وإيفران وأطلس المتوسط تالى وفا كذلك فاس ومكناس الخميسة قارة بمحمد وتازة أمطر حاضرة على خنفروزة وتشيخ وابني ملال وتونفيت وإيميشيل وأقلع السنغنة وأمطر حاضرة كذلك إن شاء الله على أبني ملال وبنقرير وسدي بعاتمان وأمطر حاضرة على الشيشة ودبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لإن شاء الله كذلك الفترة الليلية فيتوقع أن تكون أجواء غير مستقرة محتمال استمرار التقصر غير مستقرة خلال الأيام القادمة وأقصى الشمال المملكة وبالنسبة ليوم الأحد أجواء غير مستقرة إن شاء الله في فترة الصباحية فيتوقع دخول أمطار نسمية العاصفية وريحة قوية على التطوان والعرائش والرباط الجديد للتربيضة السالة سيد سليمان وببرد بالنسبة لفترة المسائية أجواء غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس بإذن الله وكذلك أجواء غائمة على التزنيت وقدير باحتمال تساقطات تلجية على مرتفعات الأطلس ومتر حاضرة للمرة كشيشة والصويرة وكذلك بإذن الله وخنافرة وكذلك خريبقة بإذن الله وفاس وكيكو باحتمال تساقطات تلجية على إفران بإذن الله وأمطار ضعيفة نسبة على وجدة والحسيمة وببرد وتطوان وبالنسبة ليوم الاثنين أجواء غير مستقرة أقصى شمال المملكة وسوف تستمر الأجواء نسبة الغائمة مع احتمال بعض تساقطات كذلك اليوم التلاتة تبقى ضعيفة أقصى شمال المملكة وبالنسبة كذلك اليوم الخميس بإذن الله وفيتوقع دخول بعض تساقطات الأمطار العاصفية وجد القوية على تطوان وتشفشا والعرائش destعيفة كذلك على وجدة بالنسبة ان شاء الله للفترة المسائية فيتوقع استمرار تقصى غير مستقرة على المدن الشمالية المملكة وعلى الجديدة وكذلك فاس وتازا وسيلص ديمان باب الرد والعرائش بإذن الله والجديدة بالنسبة كذلك الباقي المناطق أخرى ستكون أجواة مستقرة إلى قاياة صحب مع استمرار تقرار الأجوة غير مستقرة في الفترة المملكة على الشمال الغربية لكما بالنسبة كذلك ان شاء الله اليوم فيتوقع استمرار لتساقطات المطرية على أقصى شمال المملكة بإنسان